خلينا موضحين في جملة دايما بنغلفها بشكل حلو اللي هي في وكلاء لعبين يتحكمون في اللعبين اللي بيدخلوا نادي الزمالك في شراء أو بيع أو رحيل لعبين ده صح ولا غلط جد الإسماعيلي الإسماعيلي عفوا عشان تتسبب الكلام الزمالك هو كان فيه ساعات بيحصل الكلام ده يعني بيجي المدرب بصة كابتن كريم خلي بالك وده موجود برضو في الدنيا كلها مدرب بيبقى موجود على رأس القيادة الفنية وهو بيتحامل مع وكيل معين هو بيرتاح معاه وهو بيجيب له لعيبة بس بيجيب له المفروض المدير الفني لأن في الآخر الحزبة بتبقى عنده والموضوع بيبقى عنده هو اللي بيختار وهو اللي بيتهرد عليه لكن أنا شايف إن ده كلام الصحة خالص وده بيعمل مشاكل اشتغلنا كتير في فترات كتير وفي قدية كتير بنتعامل مع كل الوقلة ودايما أنت ما تحصرش الموضوع على وكيل واحد ده حتى نفسيا ما بقاش كويس ومش طعب تجيب كل اللعيبة اللي أنت عايزها بالضبط مع الوكيل ده ما بقاش كل اللعيبة اللي أنت عايزها بالضبط بتبقى عايز اللعيب معين فاللعيب ده مش مع الوكيل ده فأنت بتاخد مين بقى اللي مع الوكيل لو ممكن ما يفيدوش نادي الإسماعيل لا ممكن يجيب لك حاجات بطاقة كتيرة في النص حاجات أنت مش عايزها وهو المفروض أنت اللي بتختار واللعيب يجي لك بأي وكيل بالضبط لقد أنا بتكلم على هنقاس في الراس أنت عايز ده صح فلا ديه من الحاجات برضو اللي فترات بس هي مش على طول يعني لكن المشكلة الكبيرة أن كان بيبقى بعض الإدارات مفيش مدير فني وبيجيبوا اللعيبة زي الموسم اللي إحنا في ده اللي هو أنا بعتبره يا كابتن كريم هو ده الأصعب ده الأصعب سيبك من كل اللي فات الموسم اللي إحنا فيه ده ده صعب جدا وصعوبته جاية أن الموسم اللي فاتت كان بيبقى فيه ثلاث فرق هينزلوا منهم اتنين خلاص معروفين صح معروفينه ويعتبر نزله صح بالظبط وإنت بتتنافس على البطاقة واحدة للهبوط إنت وكتير من الفرق أربع خمس فرق صح أمور سهلة صح لكن دلوقتي وإحنا بتتكلم لا ما تقدرش تقول مين اللي هيه من أصل مفيش فرقة لا الفرق مميزة الفرق بتكسب الفرق عندها بدايل مصممين فهنا المشكلة